اشتركوا في القناة كبير الحجم لديه معلومات كثيرة وارقام كثيرة وتريد استخلاص من هذا الجدول الكبير معلومات ملخصة وإحصائيات التقنية المناسبة لهذه العملية هي لطبلو كروازي ديناميك لدينا هذا المثال لتطبيق هذه التقنية وهي قائمة مشاريع على مستوى ولاية مع إذن لدي رقم المشروع اسم المشروع مثلا إنجاز مدرسة إنجاز مستوصف جيسر في الأخرى قيمة المشروع مبلغ المشروع يعني بالدينار نسبة تقدم الأشغال 12% 30% 65% البلدية التي ينجز بها المشروع الدائرة والقطاع مثلا إنجاز مدرسة هو قطاع التربية إنجاز مستوصف قطاع الصحة الآن أريد استخراج بعض الإحصائيات من هذا الجدول الكبير الحجم مثلا أريد أن أعرف بكل دائرة ما هي المبالغ ما هو مجموع مبالغ المشاريع المنجزة إذن ما هو مجموع مبالغ المشاريع المنجزة بكل دائرة معلومة بسيطة كيف يكون الجدول يأتيني اسم الدائرة وأمامه مجموع الأموال إذن هذه التقنية هي لطابلو كروازي ديناميك كيف أقوم بإحضارها نروح الأنجلي أنسيرسيون هوليك طابلو كروازي ديناميك سيليكسيوني لطابلو إذن تعيين الجدول لاحظ أنه تعينا تلقائيا تحدد تلقائيا نلاحظ ولو لم يتعين فأقوم بالخروج من هنا وأقوم بتحديد الجدول دونزي النوفل فهي مثلا أطلب منه أن يقوم بإحضار هذا الجدول الجديد لطابلو كروازي ديناميك في ورقة عمل جديدة أوكي لاحظ يأتيني طابلو كروازي ديناميك الآن فهو فارغ لدي هنا الأسطر الأعمدة التصفية إذا طريبت ومجموعة أو دلة متعلقة بالقيم كما قلنا أريد أن أضع في الأسطر الدوائر فأقوم بسحب الدائرة من هنا أضعها داخل هذه الخانة لاحظ ظهور الدوائر الموجودة في القائمة أمام كل دائرة أريد أن أضع مجموعة قيم المشاريع إذن هذه قيمة المشروع هنا أضعها هنا والدلة هل يجب صوم دو قيمة لاحظ انتهرت العملية بكل بساطة لدي الدائرة وقيمة مجموعة المشاريع المخصصة لا مثال آخر لو أردت معرفة أمام كل قطاع ما هي المبالغ المخصصة له إذن أقوم بحث هذه المعلومات أرجعها إلى مكانها أمام كل قطاع إذن القطاع وأتي مجموعة القيم لاحظ هذه قطاع الأشغال العمومية التربية الصحة ومجموعة الأموال مثال آخر أمام كل قطاع أريد أن أعرف معدل تقدم الأشغال في كل قطاع معدل إذن القطاع هنا بالأسطر هنا يأتي معدل تقدم الأشغال تقدم الأشغال هاي لك نسبة تقدم الأشغال ولكن الدلة ليست مجموعة معدل إذن أدخل هنا أغير الدلة موين أختار الدلة موين معدل لاحظ الأشغال العمومية تقدم الأشغال 51% تربية 43% الصحة 63% إلى آخر مثال آخر أريد أن أعرف ما هي مجموعة قيم المشاريع مفصلة حسب الدائرة وحسب القطاع إذن حسب الدائرة في الأسطر وحسب القطاع في الأعمدة إذن أأتي بالدائرة أضعها في الأسطر القطاع أضعه في الأعمدة كورون وأحسب مجموعة قيمة الأشغال على إقصام دو قيمة لاحظ في الأسطر أجد الدوائر وفي كل القطاع الأشغال الأمومية ما هي الأموال التربية الصحة والرياضة إلى آخر إذن هنا لهذا يسمى طبلو كروازي يمكن أن تضع الأعمدة والأسطر وفي التقاطع تجد المعلومة المطلوبة مثال آخر أريد أن أعرف عدد المشاريع في كل بلدية مفصلة حسب القطاع لاحظ لماذا يسمى هذا الجدول الديناميك لأنك تقوم بالتحريك المعلومات كما تشاء هذا يسمى الديناميك السؤال هو أعيد السؤال ما هو مجموعة المشاريع في كل بلدية حسب القطاع إذن أضع البلدية في الأسطر حسب القطاع إذن أضع القطاع في الأعمدة مجموع المشاريع إذن أأتي هنا برقم المشروع والدلة هي رقم المشاريع منتعاد المشاريع لاحظ ثنية في الأشغال العمومية ده اثنان في التربية واحد في الصحة واحد رياضة إلى آخر الصحة ما عندهاش لاحظ بومرداس لديها مشروع واحد في التربية فقط بلدية بومرداس لاحظ بلدية تجلبين ثلاثة كان هذا درس اليوم سبحانك لله ومد الحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر